سيد نبيل إذا ما توقعنا تصعيداً في الساعات المقبلة وبالبداية تحدثت لي عن أن هناك مخاوف من تكرار ما حدث في 2014 ولكن ما مدى إنعكاس هذا الوضع على العراق؟ أكيد العراق جغرافية تربطنا بالجانب السوري تقريباً 699 كيلو تقريباً 700 كيلو تداعيات هذه الأزمة يمكن أن تلقي بظلالها على العراق لكن نعتقد قبل أيام كانت ناطق الرسمي باسم القوات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة أكدوا على جهوزية القوات العراقية باعتبار أن هناك ثلاث ألوية من الجيش قد انتشرت في هذه المناطق ولواءين من الحجد الشعبي كانوا موجودين كذلك الكاميرات الحرارية فعلت الشريط الحدودي كله تحت مسك القوات العراقية ولا تسمح هذه القوات بأي اختراق لأن أي اختراق ستكون هناك نكبة وأعتقد أن الجهوزية عالية جداً كذلك الدبلوماسية الحقيقية لانتهجها السيد السوداني قد ألقت بظلالها في أن تكون هناك دبلوماسية احتواء الأزمات خصوصاً هنا نتكلم عن الداخل كل الكتر السياسية متشاطرة ومتشاركة في إيجاد حل للقضية الأمنية ما معقولة إحنا هذه العصابات يمكن أن تهدد أمن إحنا القضية يعني أتذكر في 2011 كان هناك تدخل وكانت هناك مساعدة من الجانب العراقي مع السوريين لكن سرعان منهارت الموصل لذلك هذه القضية يجب أن ننأى بنفسنا عن العراق وهذه التداعيات خطرة جداً هذه ليست قضية داخلية بقدر ما هي حرب دولية كبيرة داخل صراعات سوريا نتكلم على الصراع سواء التركي الإيراني أو الصراع الأمريكي الروسي أو الصراع الكردي الموجود وكذلك وجود القوات قسد سوريا الديمقراطية مشكلة كبيرة داخل سوريا هذه المشكلة تلقي بصداها على العراق باعتبار أن العراق يتأثر ويؤثر بهذه الأمور وكانت هناك تبعات في 2014 لذلك علينا أن نكون حذرين وهذا ما قاله النص إيجابي المتحدث الرسمي باسم الحكومة يقول نحن جاهزين لأي فعل يمكن أن نقوم به تجاه هذه العمليات التي إذا ما كان هناك تسلل لنا لكن لحد هذه اللحظة نعتقد القوات الأمنية هي ماسكة للشريط الحدودي ولا توجد أي مشكلة لحد هذه اللحظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر